شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما من ناحية أخرى عقد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار حماد السيد محمد عبدالفتاح الساوي النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبا عاما أقسم الله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس آرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤوليته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور نيفيني الكلاني وزيرة الثقافة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والفريق أحمد الشذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ ومتحف الفنون ومتحف العملات فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات تراز المعمري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستعابية الكبيرة إلى جانب مصرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية اشتركوا في القناة